المواطن المصري المصر والاقتصاد المصري يمكن أهم شيء اللي أنا حابب أن أبدأ به أن النهاردة عرضنا موقف نسبة النمو الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي حضركم تتذكروا الربع الأول حققنا فيه تسعة وتمانية من عشرة في المائة الربع الثاني أنا يمكن سعيد أن أقول أننا حققنا نسبة نمو تمانية وتلاتة من عشرة في المائة إحنا كده يبقى بنتكلم على أن متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام اللي هما من أول شهر يوليو حتى ديسمبر هي تسعة في المائة وده الحقيقة رقم طبعا الحمد لله بيوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتصار وعملية النمو اللي الحقيقة تحققت في خلال هذه الفترة وخلينا نتكلم طبعا إحنا لما بنقول هذه الأرقام هي بتبقى دايما بتقارن بالربع اللي قبله في العام اليالي اللي قاسف اللي سبق ليه العام اللي قابليه طبعا كنا كلنا عارفين أنه هو العام اللي كان العالم كله تأثر بجائحة كورونا وبالتالي يعني إحنا كنا بنتكلم أن نسبة النمو في النصف الأول من العام الماضي يعني زي بالزبط نفس المدة دي كان أقل من اتنين في المائة فإحنا النهاردة بنتكلم على نسبة نمو تسعة في المائة في النصف الأول وده الحقيقة بس أنا حابب أقوله طبعا إحنا ما بنحبش دايما نتكلم على المستقبل لأنه بياد الله ولكن ده بيدينا الثقة أن إحنا إن شاء الله وبإذن الله الاقتصاد المصري مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام إن شاء الله إن نسبة النمو حتتجاوز الستة في المائة إحنا كنا بنتكلم على نسبة في حدود الخمسة ونصف ولكن إحنا توقعتنا إن شاء الله مع الربع التالت والرابع ممكن إن يبقى الاقتصاد المصري حيكون يتجاوز الستة في المائة وده كرقم طبعا يعتبر من أعلى المعدلات النمو على مستوى العالم الحقيقة أيضا الحقيقة التقرير اللي عرضته مع الوزير التخطيط أيضا أشار إلى انخفاض برضو معدلات البطالة وإن إحنا برضو انخفضت عام الربع الأول وبالتالي معنا كده إن فرص العمل المتاحة الحمد لله بصورة جيدة جدا وأيضا طبعا نقشنا قضية شديدة الأهمية هي قضية التضخم كله في العالم واللي مصر بتعتبر انعكاس ليه ويمكن هنا أنا حابب إن أنا أتوقف على شيء مهم جدا لإن أنا بتابع طبعا الشواغل اللي بتحصل وإن يعني ابتدت بعض المحللين يقولوا إن في زيادة في الأسعار في بعض السلع وبالتالي يمكن حضركم تتذكروا لما قعدنا مع بعض هنا في أول مرة بنعقد اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية وأنا اتكلمت على هذا الموضوع وقلت العالم بيشهد فترة شديدة الاضطراب وشديدة الاستثناء ويمكن العالم كله بيتكلم على إن اللي احنا بنشهده النهاردة ما حصلش في العالم يمكن من مئة سنة من كل أنواع الاضطرابات والقلائق اللي موجودة والجوائح اللي موجودة فوضع شديد الصعوبة على العالم كله ولكن الأكيد اللي حراركم ملاحظينه إن في موجة تضخم عالمي حصلت العالم كله بيتكلم على نسب تضخم يعني دول زي الدول العالم المتقدم اللي هو كان التضخم فيها لا يتجاوز الواحد في المية النهاردة بيتكلمه في خمسة ونص متوسط تضخم على مستوى العالم المتقدم والعالم بصفة عامة الولايات المتحدة الأمريكية التضخم موصل سبعة ونصف في المية أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا من أربعين سنة إحنا النهاردة مع الأرقام اللي أعلنها الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصر اللي هي تمانية في المية إحنا بنعرفين إن إحنا كنا مصر جزء لا يتجزأ من العالم ولكن هذه النسبة ببساطة شديدة إحنا رجعنا لنفس نسبة التضخم اللي كانت موجودة قبل كورونا ودي ماشية مع مستهدفاتنا اللي إحنا كنا عارفين إن مع التقدم والتنمية ونمو الاقتصاد وتحقيق نسب نمو طبيعي جداً كل الاقتصاديين عارفين إنه بيتواكب معه زيادات طفيفة وده اللي إحنا دايماً بنأمله إن إحنا بيبقى يحصل معه زيادات طفيفة في التضخم إحنا كانت مستهدفاتنا إن إحنا دايماً نحقق في حدود 7% زائد أو ناقص 2 يعني ده الأرقام بتاعتنا المتوسط يبقى في 7% لكن ممكن يزيد لغاية نقطتين أو ينقص نقطتين فإحنا الحمد لله إحنا ماشيين بنفس المستهدفات بتاعتنا في ضوء هذا الموضوع طب المواطن يهموا في الآخر طب الأفعار والتضخم ده يعني بيحصل ليه لازم نخب بالنا إن إحنا كمصر زي تاني بأكد جزء من التضخم اللي بيحصل عندنا 35% من التضخم اللي بيحصل في مصر عشان إنا بعارفين بيجي من الخارج ليه؟ لإن زي ما بيحصل في العالم كله إيه اللي حصل؟ نتيجة ليه التعافي اللي حصل من كورونا زاد الطلب على كل السلع والمنتجات في العالم العالم كان قافل فابتدى يحصل نقص وشح في العديد من السلع الأساسية فابتدت أسعارها تاعلة بصورة رهيبة في العالم كله الأهم مع كل ده حضركم متابعين أسعار الوقود اللي زادت بصورة غير مسبوقة أسعار تكلفة الشحن الشحن زاد تلت أضعاف شحن عادي تقيمة تكلفة أي شحن بيحصل زادت تلت أضعاف فنتخيل إن أي سلعة إحنا بتجيلنا يعني أنا معلش أنا هقولك ببساطة شديدة الألم ده لما يعني بيبقى محسوب تكلفته محسوب فيه كل حاجة تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل أو الشحن اللي بتيجي من بره فلما تكلفة الشحن الوحدها تزيد تلت أضعاف وطبيعي حتسمع فيه السلعة جنبا إلى جنب مع ده موضوع للتغيرات المناخية وابتدت تحصل مشاكل في عدد من المناطق ويمكن إحنا شاهدناها السنة دي أكيد كلنا شعرنا الشتاء اللي جيه السنة دي غير مسبوق فده ابتدى يعمل مشاكل حتى في المنتجات الزراعية فده أدى برضو لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم أنا بتكلم هنا على العالم كله ومصر جزء لا يتجزأ من العالم فكل ده أدى إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع في عدد من السلع وده يمكن مع كل اللي كان بيحصل ده الدولة كانت بتشتغل على جهد هائل على توفير كل السلع وإن إحنا ما نخليش المواطن يشعر للحظة إن فيه نقص في سلع واحدة وده الحمد لله الحققناه في وقت العالم كله وحارككم أكيد عارفين دول كثيرة ودول متقدمة كان فيها سلع أساسية مش موجودة المواطنين كانوا بيقفوا بالطوابير عشان ياخدوا سلع أساسية إحنا الحمد لله ربنا كرمنا بالتخطيط الجيد وتأمين الاحتياطيات بتاعتنا من السلع الأساسية على الأقل لثلاث أو أربع شهور قدام على الأقل وفي حاجات بتوصل لأكتر من ست شهور ما حسسناش المواطن بأي نقص في أي سلع رئيسية لكن لازم نبقى واخدين بنا إن غصباً عننا الزيادات اللي بتحصل في أي سلع في الخارج بتأثر علينا بصورة أو بأخرى ولكن حتى مع ده أنا حدي بسر حضراتكم ثلاث أمثلة الناس كلها طبعاً والواحد بيشوف بعد يعني يتكلموا على زيادة أسعار الوقود وإن إحنا حصلت زيادة واستغلينا حتى كانت مطشط الكورة وزودنا ويعني الواحد دايماً بيشوف الدعابات والمرح اللي بيبقى موجود في شعب المصري لكن أنا عايز أقول لحضراتكم إن الزيادات اللي حصلت في الوقود في مصر حتى في ظل الجائحة بنتكلم في حوالي تسعة وسبعة من عشرة في المية دي الزيادات اللي حصلت بالرغم من الارتفاع الكبير جداً في أسعار الوقود طيب الوقود عالمياً زاد قد إيه؟ أربعة وخمسين في المية يعني الدول اللي كانت محرارة سعر الوقود قبلنا زادت فيها أسعار وصلت لأربعة وخمسين في المية طيب السكر وده عشان موضوع التأموين طيب إحنا زاد عندنا حوالي تلاتة وعشرين في المية المتوسط العالمي السكر زاد اتنين وتلاتين في المية زيت زيت الطعام والتموين إحنا زاد عندنا تسعة تشر في المية طيب المتوسط بره أربعة وتلاتين في المية يعني معنى كده إيه؟ إن إحنا كدولة كنا بنحاول بقدر الإمكان نستوعب جزء من الزيادات في إطار الموازنة بتاعتنا ومنظومتنا وما نحاولش إن إحنا نحمل كل شيء على المواطن لكن لازم يبقى فيه جزء كده وجزء كده لإن البديل إن أنا ويمكن ده أنا كنت شاحت قبل كده من الاستحالة بمكان إن أي دولة تقدر تستوعب كل زيادات الأسعار دي عليها بالعكس هو إحنا بقدر الإمكان بنحاول إن إحنا نشيل جزء والمواطن يعني زي أي دولة في العالم يتحمل جزء من فطورة التضخم اللي بتحصل على مستوى العالم أنا حبيت أقول هذه النقاط لإن يعني النهاردة طب إحنا شغالين على إيه؟ والدولة يعني عشان أنا حابب دايما يبقى فيه هذا التواصل يمكن فخامة الرئيس دايما بيبقى حريص في أي افتتاحات أو أي مناسبة أيضا يتكلم على هذا الموضوع عشان إن المواطنين كلهم يبقوا عارفين إحنا بنعمل إيه؟ الدولة النهاردة في المشروعات القومية الضخمة جدا اللي إحنا بنشتغل فيها في بالذات قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصناعة كل هدفنا ونصب عينينا إزاي نصل إلى أكبر قدر من الاكتفاء الزادي النهاردة مشروعات القومية مشروعات الاستصلاح الضخمة اللي الدولة المصرية النهاردة بتعملها سواء في توشكة شرق العوينات الصعيد في الصحراء الغربية الدلتة الجديدة منطقة سينة إحنا بنتكلم على إضافة مساحات كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله في خلال فترة سنتين أو ثلاثة على الأكثر من النهاردة هتكون دخلنا حجم أراضي للرقعة الزراعية كل هدفنا ده كله إيه؟ إن أنا أبقى كدولة عندي قدرة وقدرة على المقاومة والصمود ضد أي متغيرات عالمية بر فيما يخص أسعار السلع لأن إحنا النهاردة متأثرين زي ما بقول لحضراتكم طب هو كان سعر الأمح اللي بيدخل في العيش كان قد إيه؟ والنهاردة زاد قد إيه؟ فبالتالي أنا اللي مضطر كدولة أدفع الفاتورة طب لو الأمح ده النهاردة بقيت واصل لأكبر قدر من الاكتفاء جوه أرضي أكيد هيبقى الفاتورة عندي فاتورة الاستراد هتهل نفس الكلام على كل المنتجات اللي إحنا شايفينها كسلع استراتيجية عشان كده كدولة النهاردة وإحنا شغالين في المشروعات القومية اللي ممكن المواطن بيقول طب يعني أنتو كل المشاريع دي بتتعمل ليه؟ لأن كل رؤيتنا الدولة دي بتنمو عدد سكانها بيزيد مش حينفع أن إحنا نكتفي باللي موجود لازم يحصل نموه كبير جدا ونموه حتى أسرع من نسب نمو الزيادة السكانية لو إحنا عايزين نقلل الفجوات اللي موجودة الكلام ده بيتطلب استثمارات هائلة الدولة بتحطها عشان ننفذ هذه المشاريع عشان كده أنا الواحد يعني أنا آسف وأنا بوجه الكلام ده للمواطنين بيحزننا النهاردة مع الجهد الهائل اللي إحنا بنعمله في استصلاح الأراضي الزراعية وبندفع مبالغ طائلة لتوصيل المية معالجة المية الأول لأن طبعا إحنا بنزرع كل اللي بنعمله وأنا بأكد كل مشروعات الاستصلاح دي على نفس كمية المية بتاعتنا لكن كل اللي عملين نعمله بنستثمر عشرات المليارات في إعادة تدوير المية ومعالجتها والاستفادة بكل نقطة مية عشان نعمل نزود رقعة زراعية في الوقت اللي الدولة بتعمل كل الكلام ده فيه نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية والمواطنين مستمرين وفيه استمرار في عملية البناء على الأرض الزراعية يا جماعة بالعقل يعني أنا رايح بقعد أستثمر وأقعد بالسنين عشان أطلع فدان ينتج وعندي الأرض لربنا مدهالي بقالها ألاف السنين أبني عليها وحييجي كل مواطن اللي سنحل يقولها يا جتعة القراطين بتوعي هم دول اللي حيفرقوا أيوة لأن اللي بيحصل مش من واحد بيحصل من ألاف فنتيجة لكده بنلاقي إيه إن ألاف الأفدنة بتضيع فعشان كده الموضوع ده أصبح بالنسبة لنا قضية أمن قوم يا جماعة لازم نتحرك وأنا أسف أقول لا لازم يكون هناك بقى يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على اللي بيتعدى على أرض الزراعية لأن ده بيجرم في حق هذا الوطن وفي حق الأجيال المستقبلية كلها ما هو البديل حيحصل إيه لو الأراضي دي كلها ضاعت إحنا مش هنلاقي ناكل كل مواطن بيقول هي جات على الحتة بتاعتي هي دي اللي فرق معاك لا أيوة بتفرق معنا عشان كده يمكن التوجيهات اللي إحنا قلناها وأكيد حضراتكم تابعته في المجلس الوزراء لا في إجراءات فورية بتحصل وفي قانون النهاردة بيتم إعداد لي على وجه السرعة لتجريم الكامل لعملية التعادي على الأراضي الزراعية ومصدرة المخالفة اللي بتحصل عشان المواطن ما يستفيدش منها على الإطلاق لأن بالنسبة لي دي قضية قضية أمن قوم يا جماعة بمنتهى الأمانة فهناك النهاردة ظواهر إحنا كدولة الدولة الوحدها مش هتقدر إنها تتوقف لازم يبقى الموضوع كله بالتشارك مع المواطن لأن بمنتهى الأمانة حنعد نجري ورا المواطن هنا وهنا وهنا عشان نمنع عملية البناء لو ما فيش متأصل الوعي عندنا إن الموضوع ده الموضوع حيدرنا النهاردة وبكرة وبعده الموضوع حيفضل لا نهائي هنفضل نجري والمواطن النهاردة لأن خلينا نتكلم اللي بيحصل الناس بتبني في يومين تلاتة وحضراتكم عارفين وبيبقى في قلب الأرض الزراعية وبيجري قبل ما حد ياخد باله الموضوع مش سبق الموضوع النهاردة أنا كدولة طب حروح وهد ويحصل نوع من أنا أسف الصدام ما بين المحافظة أو السلطة التنفيذية مع المواطن والمواطن يزعل طب ليه من البداية إحنا ليه من البداية بنعمل إجراء غير قانوني وإحنا عارفين إنه هو غير قانوني وبقولها الحضراتكم دي جريمة في حق أولادنا عملية البناء على الأرض الزراعية فأعتقد إن إحنا لازم كلنا نبقى وعيين وده أنا اللي بطلبه من حضراتكم إن يتم إبراز مدى يعني فداحة ضياع الأرض الزراعية ده دور الإعلام الوطني والإعلام المصري إنه يتكلم ويعرف إحنا مرة أخرى يا جماعة الحكومة مش في مكان والمواطن في مكان إحنا الاتنين مع بعض ولازم نبقى بصين مع بعض على مصلحة الدولة للنهاردة والبكرة والبعد لأن دول في الآخر إحنا فعلا مرة أخرى أنا بأكد إحنا بنجرم في حق أولادنا وأحفادنا بضياع الأراضي الزراعية اللي موجودة أنا حبيت بس يمكن النهاردة إن أنا أقول هذه المقدمة لحضراتكم وأكد النهاردة يمكن بجانب الزراعة إحنا شغالين بقوة كبيرة وحضراتكم متابعين في مجال الصناعة أيضا وإزاي تعميق الصناعة المحلية وتوطين وتشجيع ودعم الصدرات المصرية واللي الحمد لله أدى إلى زيادة الصدرات في الفترة اللي فاتت وكل الإجراءات اللي إحنا بنعملها النهاردة كدولة وبأكد عليها هدفها حماية وتعميق الصناعة لأن برضو على مدار اليومين اللي فاتوا بعض الأقويل أثيرت على موضوع اللي أنا برضو تكلمنا فيه كآخر مؤتمر على حوكمة منظومة الاستيراد وضمان الجودة للمنتجات اللي بتدخل عندنا تبقى للمعايير الدولية إحنا مش ممكن هيكون هدفنا إن إحنا نوعيق الصناعة الوطنية لكن إحنا كل الإجراءات اللي بنحاول ناخدها إن إحنا إزاي يعني ننظم السوق وده اللي إحنا بنعمله بالتنصيق مع البنك المركزي ويعني التفاصيل بتاعت هذا الموضوع إحنا هتظهر في خلال الفترة القادمة من خلال البنك علشان كل العملية إحنا بنحاول ننظم هذا الإطار عشان نضمن مرة أخرى جودة المنتج وأكد مرة أخرى حماية الصناعة الوطنية أنا هتوقف عند هذا الجزء وأترك المجال اللي زميلتي معالي وزير التخطيط يمكن عشان تتكلم أيضا جزء شوية على موضوع النمو اللي تم وإيه هي أهم القطاعات اللي نمت ولكن أعتقد مهم أيضا إن إحنا النهاردة بنشرح أو بنخرج بنتيجة مهمة جدا وهو تطوير لتقديرات معدل الناتج المحلي الإجمالي المصري إحنا دايما بنقول إن دايما وحضراتكم كان دايما بنقول إيه إن الناتج المحلي أو رقم الناتج المحلي اللي بيطلع من الدولة ما بيعكس الاقتصاد الحقيقي ودايما نقول إن الاقتصاد الغير رسمي مش ظاهر في الصورة طب مساهمته قد إيه وده الحقيقة اللي إحنا اشتغلنا عليه بصورة علمية كاملة وبدعم من المؤسسات الدولية ويمكن كان فيه فرق عمل جات لنا من المؤسسات الدولية عشان تساعدنا عشان نخرج النهاردة بأرقام معالي الوزيرة هتعرضها على تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المصري علشان نستوعب أنا بقولها برضو جزء من الاقتصاد اللي إحنا ما كنا شايفين معالي الوزيرة السهل خير جميعا شكرا دولة الرئيس أنا هعرض زي ما تفضل دكتور مصطفى الجزء الأولاني هعرض لحضراتكم يعني سريعا كده بس جزء من اللي عرضت وانشرفت بعرضه في مجلس الوزراء وهو أداء الاقتصاد المصري الربع الثاني والنصف الأول من العام هعرض 3-4 سلايد عشان بعد كده ندخل على بس وريح لكم سلايد بواحدة على الاقتصاد العالمي وهي معدلات النمو على مستوى الاقتصاد العالمي شكلها إيه توقعات المؤسسات الدولية وآخر تقرير طالع من صندوق النقد الدولي وهو أكثر التقارير تفاؤلا يعني التقارير اللي ظهرت قبليه كانت متحفزة في هذه التقديرات ليه أنا بعرض هذا السلايد عشان نشوف مصر فين وسط هذه التوقعات يعني لما نبص النهاردة وبنلاقي إنه أكتر تقرير طالع متفائل اللي هو عشان طلع في يناير لما بدأت الدول تبتدي تتكلم شوية على فتح الأسواق وعلى تقليل الإجراءات الاحترازية وعرغم من كده إحنا بنتكلم على إقتصاديات الأسواق الناشئة هذا العام هتحقق 4.8 الإقتصاديات المتوسط التنمو الناشئة 4.8 من 10% بنتكلم على الإقتصادات المتقدمة هتحقق 3.9 من 10% وطبعا زي ما حالكم عارفين هيبقى فيه انتجاه خفض بسيط خلال الأعوام القادمة نتيجة إنه هتبدأ معدلات النمو في الاستقرار ليه النهاردة نتكلم برضو ما زال العالم بيعاني من حالة عدم يقين على الرغم من الحالة اللي بدأت المتفاعلة شوية نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية ولكن ما زال هناك اضطراب في سلاسل الإمداد على مستوى التجارة العالمية ما زال هناك اتجاهات تضخمية نتيجة إن الطلب لا يقابله العرض المطلوب وأيضا التغيرات الجيوسياسية اللي حصلة في المنطقة نتيجة الإضطرابات مع روسيا وأوكرانيا إلى آخره فده كله بيورينا بس إحنا فين كنمو عشان نيجي نشوف بقى الاقتصاد المصري بينمو إيه مقارنة بهذه الاقتصاديات لما نيجي نشوف هنا الاقتصاد المصري بنلاقي إن إحنا في الربع التاني الحمد لله إحنا محققين 8.3 من 10% معدل نمو لهذا الربع ده بمقارنة 2% في الربع التاني و2.9 من 10 في الربع التالت ده بيديني إيه إن إحنا في النصف الأول زي ما تفضل سيد رئيس مجلس الدراء إن إحنا هنحقق نكون وصلين 9% في معدل النمو في النصف الأول ده مقارنة بإيه مقارنة ب1.3 من 10% النصف الأول من العام المالي الماضي ففيه فرق كبير جدا وده بيعكس جهود الدولة في عملية التنمية في كافة المجالات طيب إحنا توقعاتنا بإيه بقى بالنمو اللي حصل في الربعين الأول نين إحنا متوقعين بإذن الله إنه التفرة اللي حصلت في النصف الأول من العام إنه إحنا هنتخطى جميع التوقعات اللي من المؤسسات الدولية من البنك الدولي من الصندوق النقل حتى الحية إحنا التوقعات زي ما تفضل دكتور مصطف اللي ما بين ستة واثنين إلى ستة ونص ده بتوقف طبعا على معدلات النمو فيه الربع التالت والربع الرابع من هذا العام طيب النمو ده جي من فين كل القطاعات الحمد لله بتحقق معدلات نمو موجب ما فيش قطاع حقق أي معدلات نمو سالبة أو معدلات حتى منخفضة عندي طبعا مجموعة من القطاعات الرائدة قطاع الاتصالات قناة السويس محقق 13% الصناعة محقق 10% معدلات نمو طبعا قطاع السياحة جميع قطاعات نقل وتخزين تجارة أنشطة عقارية جميع القطاعات محقق معدلات نمو موجب في الربع التاني من هذا العام وطبعا نفس الوضع بينطبق على الربع النصف الأول من العام المالي أيضا هذه القطاعات بتحقق كلها معدلات نمو موجب في دفعة تنموية في كافة القطاعات الاقتصادية المساهمة للأنشطة الاقتصادية في الناتج عندي القطاعات الصناعة وزنها النسبي طبعا عالي التجارة القطاع الزراعة الأنشطة العقارية الاستخراجات دول بيحتلوا 60% من نسبة النمو وهم أكثر الإسهام أكثر القطاعات اللي بتساهم في معدلات الناتج بتاعي المعدلات البطالة الربع ده أظهر انخفاض طفيف في معدلات البطالة طبعا في زيادة في انخفاض شديد في معدلات بطالة الذكور وده شيء هام طبعا في ارتفاع بسيط في معدلات بطالة الإناث ولكن احنا لسه البيانات بنحللها عشان نعرف الأسباب ولكن بشكل عام في انخفاض وسط اللي بيحصل في العالم من ارتفاع في معدلات البطالة أن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة على المستوى القومي ده شيء إيجابي جدا بالنسبة القطاعات اللي سهمت في التشغيل طبعا قطاع الزراعة من أكثر القطاعات ولكن في انخفاض نسبي في تشغيل قطاع الزراعة وده مؤشر بيبقى إيجابي يعني احنا بنقول دايما قطاع الزراعة هو المشغل الأكبر ولكن كان دايما بيبقى بيحتل في حدود 20% كون ان في تشغيل راحل القطاعات تانية زي الاتصالات تكنولوجيا المعلومات زي الصناعة زي التجارة الجملة والتجزئة ده معناه ان هناك زيادة في فرص العمل اللائق وده فدي القطاعات اللي بتحتل النسبة الأكبر من التشغيل الزراعة قطاع التجارة الجملة والتجزئة التشهيد والبناء الصناعات التحويلية 12 و3 18% في زيادة فيها والنقل والتخزين بعد اذن حك انقل على العرض الآخر ده كان العرض الأول اللي حبيت ان انا اشارك حضراتكم فيه ننتقل الى العرض الأساسي وهو العرض الخاص بموضوع الهام جدا وهو موضوع مراجعة الناتج في دوق نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2017 2018 وخليني اقول لحضراتكم هنا يعني قبل ما ابدأ في العرض ده الحقيقة جهد كبير جدا تم واحنا مصر اخر مرة عملت مراجعة كان فيه 2014 لانه دايما المراجعات بترتبط ببيانات تعداد اقتصادي احنا مقدرش اعمل مراجعة عشان ابقى بعمل مراجعة بشكل علمي تتطفق مع المنهجية والمعايير الدولية لابد ان انا اقتصادي ولكن ده لا يمنع ان هناك مع الميكانة ومع التطوير اللي بيحصل في الدولة في ميكانة كافة المؤسسات بالساتة الدرايب واستجل التجاري وكل الميكانة اللي بتحصل والجمارك الى اخره هيبقى فيه مراجعات دورية للناتج بشكل سنوي في نهاية كل عام بإذن الله طيب هبتدي في الاول بقول طبعا هلاكوا عارفين ان الناتج هو بيعبر على الاقتصاد وزي ما قال دولة الرئيس احنا ساعات بنبص ونقول اللي بيحصل ساعات على ارض الواقع يمكن مش منعكس بشكل اساسي في الالقام ولكن هو بشكل اساسي الناتج المحلي بيعبر عن النمو اللي بيحصل ما يتم انتاجه من كافة الانشطة الاقتصادية اللي بتتم داخل الدول وفيه نوعين للناتج دائما نحسبهم الناتج الحقيقي اللي هو ده باستبعد منه اثر التضخم عشان اقول دي الارقام الحقيقية وده اللي بيطلع منه معدل النمو ده اللي بقول فيه ان Market المصري زاد 98 من 15 او زاد في النصف الاول 9 فاده اللي بسميه الناتج الحقيقي التاني اللي هو بحسبه بالاسعار الجانية وده اللي بنسميه الناتج طب إحنا وإحنا بنعمل هذه التقديرات بنعملها وفقاً لإيه؟ بنعملها وفقاً مصر ملتزمة بالمعايير والمنهجية الدولية اللي أقرتها الأمم المتحدة لنظام الحسابات القومية Standard National Account System ده معيار دولي مصر يعني إحنا اتفقنا عليه فيه سنة 93 وتم تحديثه من قبل هذه الجهات في عام 2008 ونلتزم بتصنيف للأنشطة ما يطلق عليه تصنيف آيسك فور ده أيضاً بتصدره أمم المتحدة فهذه معايير وهذه محددات دولية إحنا مصر ملتزمين بيها وفقاً لهذه المنهجات الدولية طب إحنا بنرجع الناتج ليه؟ أول حاجة إحنا دايماً لما بنعمل الأنشطة الربع سنوية إحنا دايماً بنعتمد على مسح بيتم بالعينة بيقوم بيجهز المركزي التعبال العامة والأحسن لكن لما بيتم تعداد ده بيبقى تقريباً مسح شامل للأنشطة فلما يبقى عندي مسح شامل للأنشطة أكيد بيوريني حاجات ما بيوريها ليش المسح اللي بيتم بالعينة أنا بعمل عن مسح شامل للأنشطة الاقتصادية الحاجة التانية أنه كل تجارب الدول أظهرت أنهم لازم يرجعوا بياناتهم ولازم يرجعوا تقديراتهم ويعلنوها لأن ده بيعبر عن دقة الدولة في التعبير عن أنشطاتها وبيعبر أيضاً عن الشفافية والنزاهة في إصدار هذه البيانات الحاجة التانية المهمة أنه مراجعة بيانات الناتج دي عملية رئيسية هدفها أننا أقارن دايماً الأرقام اللي بتطلع بما يتم على أرض الواقع من أنشطة فلابد أن يكون هناك اتصاق كإطار منهجي الحاجة المهمة جداً بقى أنه العالم كله وده اللي اتفق عليه كل الاقتصادين وبالذات مع الجائحة الاقتصاديات بقيت تتغير أزواق المستهلكين بقيت تتغير الأنشطة بقيت تتغير فهتلاقوا فيه أنشطة زادت وزاد وزنها النسبي وفيه أنشطة تانية تردعت مثال على هذا وده باين عندنا في معدلات النمو أنه قطاع الاتصالات تكنيوجيا المعلومات اللي كان 2.4% كوزن نسبي النهاردة أنا كنت بعرض فيه بقى 3.5% زاد وزن النسبي لنتيجة استخدام الكثيف للاستثمارات في مثل هذا القطاع فده خلى الوزن النسبي للقطاع ينمو وده اللي احنا حطينه في خطة الاستحاط لهيكلية لاستهداف أنه هذا القطاع يصل إلى 5% كوزن نسبي من الناتج بتاعنا فده اللي بيعبر عن أن العالم بيتغير أزواقه بتتغير أنشطة بتتغير الأزمات وتطورات اللي بتحصل على مستوى العالم بتغير من مثل هذه الأنشطة فمهم جدا أن احنا نبقى بشكل دوري بنراجع هذا الكلام طيب هل احنا الوحيدين في مصر نميعمل الكلام دا العالم كله هتجيكم مثالين لأكبر دولتين الصين رجعت التعدادات عام 2004 و2013 و2019 في 2004 زودت الناجي بتاعها بحوالي 17% عام 2013 زودته بحوالي 3% بعد ما عملت التعداد الاقتصادي بتاعها وده زود لها الناتج في 2013 بحوالي 9.6 تريليون دولار وطبعا بيعملوا مراجعات سنوية وفقا للبيانات الأولية اللي بيتم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بتعمل مراجعات بشكل دوري كل تقريبا خمس سنوات ترتبط برضو بالتعدادات الاقتصادية بتاعتها وأيضا آخر تعداد عملوه زودوا الناتج بتاعهم في حدود 3.5% فدول أكبر دولتين طبعا هناك العديد ولكن احنا حبينا ناخد دولتين كبار نوري حضراتكم من هذه الدول تستخدم نفس المنهجية الرجوع إلى التعداد بالإضافة إلى المراجعة السنوية اللي بتتم على الناتج طيب احنا في وزارة تخطيط تم مرة واحدة عمل هذه المراجعة تمت إمتى تمت لما كان عندنا التعداد الاقتصادي بتاع 2012-2013 وتم دايما التعداد اللي بيتم بياخدوا تقريبا سنة بعديها يحللوا البيانات لأنه بيبقى مسح زين بقولوا حقكم أغلبه يعني يا إما عينة فيها ملايين من المنشآت يا إما بيبقى مسح شامل في بعض القطاعات فبياخدوا تقريبا سنة للتحليل فطلع في أواخر 2014 هذا نتيجة الزيادة اللي حصلت وبعد كده عملنا تعداد اقتصادي تاني في 2017-2018 وأيضا البيانات النهاردة نتائج المشروعات القومية اللي احنا ضخينا فيها حجم كبير من الاستثمارات على مدى السنوات الماضية بدأنا أن احنا نحصد نتاج هذه المشروعات في السنتين الأخرتين طبعا إحنا وإحنا بنعمل الكلام ده إحنا بنستعين ناخد رأي المؤسسات الدولية في المنهجية المرة الأولين هي كانت منهجية محلية مراتي إحنا شاركنا المنهجية المؤسسات الدولية في المنهجية وفي تطويرها وفي توثيق هذه المنهجية بحيث أنها فعلا تبقى تتوافق مع كل المنهجيات الدولية في عملية تطقيق بيانات القطاع الغير رسمي ومعالجة نقص بعض البيانات في التعداد الاقتصادي نفسه التعداد الاقتصادي اللي تم في 2017-2018 ده نتائجه اتحللت في قام 2020 وبدأنا من إبريل 21 في عمل عملية المراجعة من إبريل 21 حتى من يومين انتهت عملية مراجعة تقديرات الناتج التعداد ده زي ما كنتم بقوله ها يكون فرق بينه وبين البيانات اللي تطلع لي كل ربع في كل نشاط أنه الربع بيبقى دايما عينة الجهاز بيعملها على قطاع الصناعة على قطاع الزراعة لكن التعداد احنا بتتكلم على 3 و 7 مليون منشأة على مستوى الجمهوري فيها قطاع الأعمال العام فيها قطاع الخاص الرسمي وفيها قطاع الخاص الغير رسمي بس ما يطلق عليه داخل المنشآت يعني هو قطاع غير رسمي ولكن العمال مسجلين داخل المنشآة فكان عندي 1536 منشأة في قطاع الأعمال العام وقطاع العام عندي قطاع الخاص الرسمي كان فيه عينة 7 مليون منشأة والقطاع الخاص الغير رسمي كان عندي 2 مليون منشأة ده حجم التعداد اللي تم وده أكبر بكثير من حجم التعداد اللي تم فيه 2012-2013 عن رغم من شمولية التعداد زي بقول حكوه هو تعداد تقريبا شبه شامل ولكن في بعض الحاجات بتبقى نقصا أنه نشاط الحكومة العامة ما يبقاش موجود نتائج المشروعات القومية اللي احنا استثمرنا فيها ما بتبقاش موجودة فيه الاقتصاد الغير ملحوظ أو اللي هو بنسميه الغير رسمي بس خارج المنشأة يعني ايه غير رسمي خارج المنشأة؟ يعني سوئين مايكروبسات باعة جائلين عمال بيشتغلوا باليومية إلى آخره دول بيبقوا كلهم بنسميه اقتصاد غير رسمي خارج المنشأة بالإضافة إلى نتائج التمانية واربعين هيئة اقتصادية اللي احنا بناخد نتائجهم كل ده دي كانت حاجات يعني زي ايه فجوات أو حاجات نقصة التعداد فلابد ان احنا نكمل على بياناتها دي المنهجية المستخدمة وخلييني اقول له حضراتكم فيه منهجية طبعا أنا باخد الحسابات الختمية من وزارة المالية بالنسبة للنتاج نشاط الحكومة العامة لكن مثلا هتدي حضراتكم مثال بالنسبة في نتائج التعداد مثلا ساعات بيبقى فيه ارقام خاصة بالدخل بتبقى ارقام اقل من الحقيقية اقل من الفعلا دخل صاحب المنشأة فعليا طيب بنتغلب عن ده ازاي بيحصل مقارنات احنا هنا بنربط حكتين مهمين جدا يعني ميزة بقى ان انا عندي كل البيانات مع بعضها وكل المسوح مع بعضها انا بقارن ما يطلق عليه مسح المنشآت مع مسح القوى العاملة وانا عندي مسح قوى العاملة ده بيدوم القوى العاملة الرسمية والغير رسمية فبحط البيانين على بعض بيطلع لي بقى عدد كبير جدا من الفجوات يعني مثلا اجي حكي مثال بسيط كده او مثالين مثال الاول لو انا النهاردة صاحب المنشآة بيقول لي ان هو دخل بتاعه في الشهر مثلا عشر تلاف جنيه تمام عندي مسح القوى العاملة وعندي فيها الاجر اللي بياخده القوى العاملة اولا لازم يبقى عندنا في الدخل ده اللي هو العشر تلاف جنيه لازم يغطي النفقات التشغيلية بتاعت صاحب المنشآة لو هو ما غطلوش النفقات التشغيلية يبقى هو بيخسر كل شهر صح ولا لا طيب أنا بقى ما بقصش على كل نفقات التشغيلية إحنا بناخد إجمالي أجور العمال فقط من نفقات التشغيلية إذن لو هو كان الدخل بتاعه أقل اللي هو بلغ عنه أقل من أجور العمال يبقى معنا كده أن هناك تقدير فعنا على أقل بديله بحط له إجمالي تقدير العمالة يبقى ده على أقل يساوي متوسط الدخل مش ممكن هيس هيبقى بيشتغل كل شهر وبيخسر مستمر حتى ما بيغطيش أجر العمال دي حاجة الحاجة التانية لما بشوف مثلا أنا مش عايزة دخلكوا في منهجيات ممعقدة ولكن بدي أمثلة برضو عشان تتخيلوا معنا إيه الجهد اللي بيتم لما بنيجي نشوف النهاردة العمالة غير رسمية خارج المنشآة هي الناس اللي تشتغل طب إحنا بنقدر ما دول بيشتغلوا إحنا نتكلم على 11.8 مليون واحد خارج المنشآة دولهم بينتجوا دي عمالة خارج المنشآت بتنتج طبعا مع الميكانة ومع قانون المشروعات الصغيرة وإحنا ندخل المنظومة في المنظومة الرسمية كل الكم ده هيبندنا بعد كده ولكن أنا النهاردة مع الناس اللي هي مش مميكانة ومش دخلة عندي بنعمل إيه بنحسب متوسط إنتاج دخل هذا الفرد الغير رسمي داخل المنشآة ما أنا عندي ناس داخل المنشآة في القطاع الغير رسمي في العينة اللي أنا خدتها وعندي واحد خارج المنشآة بحسب متوسط دخله هنا وبقوم عامله في متوسط ده ونضربه في إجمالي عدد العمالة يديني تقريبا هذا الانتاج فدي كمثال بس بسيط طبعا دي كلها حاجات معقدة وأخدت شهور كثيرة جدا ولكن أنا بدي حضراتكم مثال زائد طبعا إجمالي الاستثمارات اللي تمت في المشروعات القومية اللي بدأ الناتج بتاعها يظهر بشكل كبير جدا خلال السنتين الماضياتين عندنا طبعا مشروع زي ما تفضل دوت الرئيس التوشكا دلتا الجديدة شرق العوينات المزارع السماكية كل هذه المشروعات إنتاج بتاعها ظهر طيب نتائج المراجعة بقى ده أهم حاجة وضحيت لي إيه إحنا عشان أراجع لازم أرجع للتعداد 16-17 عشان أعدل لازم أعدل بياناتي من 16-17 وابتدي أمشي بقى بكل السنين لغاية 21-22 أظهر لي إيه أظهر لي أن في 16-17 في زيادة في حجم الناتج 244 مليار يعني 7% من الناتج اللي كان موجود سنة بدل من 3-4 تريليون سبقى 3-714 تريليون 17-18 زاد 7.5% من 331 مليار جنيه من 4-4 بقيت 4-767 وهكذا إلى أن أصل إلى هذا العام العام المالي الماضي أتكلم على زيادة في الناتج 582 مليار يعني زيادة 9.2 من 10% وهذا العام بإذن الله هنبقى عندنا زيادة 819 مليار جنيه يعني في زيادة حوالي 11.5% في حجم الناتج الأسنين طيب أهم نتائج المراجعة وضحيت لي إيه وده منطقي جداً أنه استحوذ نشاط التشييد والبناء على أكتر من تلت الزيادة في قيمة المعدلة لناتج وده طبيعي لأن أنا عندي جزء كبير جداً من العمالة اللي بتعمل في القطاع الغير رسمي موجودة في قطاع التشييد والبناء يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الصحة والتعليم اللي هو استحوذ على تقريباً 9% ثم الأنشطة الأعمال والخدمات الاجتماعية إلى آخره طيب لما نيجي نشوف لما قارن بقى التعدادين لأنه التعداد 2012-2013 ما كانش حجم العينات فيه كبير يعني زي حركوا بتبصوا هنا بلاقي إنه أنا بتكلم على 2.4 مليون منشأة في تعداد الاقتصادي 2012-2013 أنا بتكلم النهاردة على 3.7 مليون منشأة في 2017-2018 بتكلم على 9.4 مليون مشتغل في هذه المنشآت أنا بتكلم على 13.5 مليون مشتغل في بحث القوة العاملة بتكلم على إنتاج 1.7 تريليون جنيه بتكلم هنا على إنتاج 3.9 تريليون جنيه أهم نتائج المراجعة برضو وضحت لي إنه وفقاً لتعداد 12-13 إحنا رجعنا برضو لسنة سنة الأساس اللي تم فيها التعداد اللي هي 11-12 فبقا عندي كان عندي 6.3% زيادة في معدل النمو 12-13-5.2 و6-6 كان في أسفة 13-14 كان في 6.6 زيادة في معدل النمو إحنا طبعاً ده بالمقارنة بالفترة بتاعة التعداد بتاع 17-18 فإحنا بنتكلم على زيادات أكتر طبعاً نتيجة الكبر حجم العينة ونتيجة المنهجية اللي كانت أكثر شمولاً المرادة في استخدام بيانات الناتج الحاجة المهمة إنه النعمية المراجعة والتطليق دي عملية مستمرة وهتستمر بشكل دوري مع طبعاً كل البيانات المحدثة طبعاً زي ما بكنت بقول حالك في الأول مع الميكانة لبعض القطاعات زي الضرايب زي الجمارك انتهاء كل الميكانة السجل التجاري قانون الحقيقة اللي هيساعدنا جداً قانون المشروعات الصغيرة ودخول مجموعة كبيرة من المنشآت في القطاع الرسمي كل ده هيساعدني لأن حجمي كبير جداً من المنشآت الصغيرة وتنهية الصغر هيقطاع غير الرسم فده كله هيساعدنا في إنه إحنا منبزلش المجهود الحقيقة الكبير ده اللي تم في عملية المراجعات طبعاً إحنا النهاردة الجهاز هنطلق بدأنا بنراجع الاستمارة بتاعة التعداد الاقتصادي الجديد ولكن إحنا بنستهدف إنه هو نعملها كل ثلاث سنين لأن الميكانة هتساعدنا نحن نختصر المدة فتبقى كل ثلاث سنين بدل كل خمس سنين لاستفادة من البيانات اللي بيطلحها التعداد الحقيقة الحاجة المهمة إنه في هذا التعداد وفي النتائج اللي هتلعنا بيها إن إحنا بعد ما انتهينا من كل هذه البيانات إحنا هنقدر نطلع الناتج القومي على مستوى المحافظات فنقدر نطلع ناتج لكل محافظة وده هيبقى شيء مهم جداً مع المؤشر اللي احنا شغالين فيه مع مركز المعلومات ومركز المصري التنافسية هنطلع إن شاء الله مؤشر تنافسية المحافظات فده هيبقى أيضاً من الأمور الهامة جداً جداً في عملية زيادة الناتج في النهاية أنا يعني عايزة الحقيقة أوجه شكر لمجموعة كبيرة إن ده كان عمل كبير جداً طبعاً دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي لأنه كان بيتابع بشكل مستمر وباهتمام بالغ هذا الموضوع عملنا اجتماعات كتيرة جداً للعرض على حضرته فريق العمل طبعاً بوزارة تخطيط دكتور كمالي دكتور أحمد عشور الأستاذة أماني وكل الشباب في وحدة الحسابات القومية اللجنة الاستشارية وهي فيها مجموعة كبيرة من أسات زيتي دكتور سقر دكتورة سهيرة أبو العينين دكتورة نجلة الأهواني وزميلتي دكتورة نادا دي لجنة كنا بنعرض عليهم النتائج بشكل مستمر عشان دايماً نناقش معهم هذا الموضوع والحقيقة يعني أخيراً وليس أخيراً جهاز مركزي التعباء العامة والإحصى للجهد الكبير اللي بيقوم بـ سات اللوة والزملاء في الجهاز في عماية المسوح في أوقات صعبة لأن المسوح يعني على الطبيعة أنا شاركت في هذه المسوح منفسي وشفت إزاي الحقيقة فيه جهد شديد ومتعب ومرهق في عملية المسوح مرة تانية بشكر حضرتك وبشكر كل الحضور شكراً شكراً يا فندم ويمكن الموضوع ده بيعتبر يعني خبر مهم جداً لأنه بيعكس قيمة الاقتصاد المصري الحقيقية ودي أعتقد بتساهم في تحسين كل المؤشرات اللي تخص الاقتصاد المصري ودي أهم شيء يعني دايماً بنقول طب هو الدين إجمالي إيه للنتج المحلي الدين الخارجي العجز كل حاجة بتقاس بالنتج المحلي الإجمالي فلما النهاردة يبقى عندي رقم أقرب إلى الدقة وحنشوف هذا الموضوع بالتأكيد حيحسن بكثير جداً في المؤشرات بتاعت الاقتصاد المصري وهو ده أهم شيء العالم بينظر لنا إزاي وعشان كده كنا حرصين كل الحرص أن الأرقام دي يبقى من خلال اسلوب علمي ممنهج بتتبع كل الدول زي ما حركم شفتوا ويبقى بدعم من العديد من المؤسسات الدولية عشان يبقى وإحنا عندنا ثقة كبيرة وإحنا بنعلن هذه الأرقام إن دي بتعكس الاقتصاد المصري الحقيقي أنا يعني ممكن إن إحنا لو حضراتكم تحبوا ناخد سؤالين ثلاثة بحيث برضو يعني حضراتكم اللي يحب يسأل سئلات فاضل فاندم فخمت الرئيس السيسي في افتتاحات في أسبوع السعيد كان يعني كان بتكلم مع سيادتك وكان قال أنا هبقى سعيد جدا لما توصلوا داخل المواطن المصري من عشرة لعشرين ألف جنيه هكونوا راضي لما كان بتكلم عن إن الحكومة ينجز كل المشروعات الكبيرة وكمان معاها إنه نوصل داخل المواطن المصري من عشرة لعشرين ألف جنيه فهل في تخطيط للوصول للرقم لأن المصريين كلهم طبعا حتى تتعلم أن الموضوع بالنسبة لهم يعني حياتهم يعني شكرا فهم أولا يمكن خلينا أتكلم مع حضرتك على حاجة مهمة جدا إحنا بنعملين نحرك وبصورة متسارعة الحد الأدنى للمرتبات وأكيد حضراتكم متابعين الموضوع ده ولسه يمكن كنا الإسبوع الماضي في المجلس الوزراء بنرجع في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات اللي بتحصل في مرتبات المواطنين إحنا السنة الجاية الزيادة في المرتبات لوحدها أربعين مليار جنيه الزيادة على كل إن بكلم هنا موظيف الحكومة الكلام ده برضو بينعكس في القطاع الخاص لأن القطاع الخاص بصورة أو بأخرى بيبدأ يوفق أو ضاعه بقدر الإمكان مع هذه المؤشرات الأهم خلينا عايز أقول لحضرتك الحاجة الوحيدة اللي بتحرك وبتحسن الدخل قوة الاقتصاد ونموه كل ما الاقتصاد بيعلى كل ما هيبقى دخل المواطن بيعلى وحدي لحضرتكم الأمثلة خلينا نبص للمواطن ومش غلط إن إحنا دايما نقارن بالدول العملاقة دولة زي الصين دخل المواطن قد إيه؟ من 30-40 سنة والنهار ده بقى كام الكلام ده ما بيحصلش إن الحكومة هي اللي تضخ فلوس ولا الحكومة تزود مرتبات اللي بيحصل إن لما الاقتصاد بينمو وبيظل بينمو بصورة إيجابية وبصورة كبيرة ده بينعكس أوتوماتيك على الدخل بتاع المواطن وهو ده اللي إحنا بقينا بنشوفه النهاردة إن إزاي الدول بتتحول من إنها مجرد دولة نامية ونسب فقر فيها كانت أعلى مننا إنها بتتغلب وبيقل بتقل نسبة الفقر وكمان بيزيد متوسط دخل المواطن ده اللي إحنا شغالين عليه كدولة النهاردة كل همي أنا كحكومة تظل معدلات النمو باللي إحنا في ماشيين بيه لأنه هو ده الحاجة الوحيدة لأن الموضوع ببساطة شديدة إيه اللي بيحصل؟ أنت بتقسم قيمة الناتج ده كله على عدد المواطن أنا أسف عدد المواطنين أو عدد السكان يبقى نصيب المواطن في قد إيه؟ هو ده الحزبة كده ببساطة شديدة إنت بتقول السنة اللي فاتت إحنا محققين اللي هي خلصت عشان بس حرككم نبقى عارفين اللي هي بنقول اللي خلصت 21 تلاتين ستة واحد وعشرين الرقم اللي قالته معالي الوزيرة حوالي سبعة تريليون جنيه ستة وتسعة أو سبعة تريليون جنيه الرقم ده يعني كم بالدولار؟ يعني ربعمية واحد واربعين مليار دولار نقسم السبعة تريليون على المائة مليون مواطن تعرف كده على طول بقى نصيب المواطن من عملية الإنتاج قد إيه وحجم النمو أو من الناتج الإجمالي والاقتصاد الدولة كل ما بتقدر تعمل هذا الكلام كل ما داخل المواطن يزيد عشان كده زي ما بقول لحضراتكم ببساطة استمرار مصر ويا رب يا رب وجميعا ندعو ونشتغل كلنا وما ننامش استمرار نمو مصر بهذه المعدلات لغاية مش هقول البعيد أنا بقول لغاية بس خمس سنين قدام خمس ست سنين قدام بالكتير استمرارنا بهذا الشكل حيخلي مصر في حتة تانية إن شاء الله إن شاء الله بس ربنا يبعد عننا أي أزا حاضر بس يعني السيدات وناخد بعد تانية ناحية تانية دلوقتي الحكومة فتحت الملف الأكثر جدلا اللي هو الإجارات القديمة فازاي الحكومة حتقدت تتعامل فيه بحيث اللي هي تضمن حق المالك وفي نفس الوقت تحقق الأمان للمستجر بوس يا فندم الموضوع ده وخلينا يعني أنا متشكر على السؤال ده هذه القضية أعتقد القضية دي يعني يوميا بتثار في الرأي العام مواقع تواصل الاجتماعي وعارفين إن مدى المعاناة اللي بقى بيعنيها يعني إحنا دائما كنا بننظر إلى حقوق يعني أنا عايز أقول فئة اللي صالح على فئة أخرى النهاردة بقى العدد اللي موجود عدد متوازن يعني أنا لو ببص النهاردة للمشكلة بقى عدد الملاك تقريبا نفس عدد المستجرين وعايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا إن اللي اتطبق عليهم القانون قوانين الإجارات دي اللي هم في الخمسينات والستينات النهاردة اللي موجود في الشؤة هو الجيل التاني والتالت ممكن طب إحنا نعي تماما إن مازالت هناك فئات كثيرة أو فئات موجودة في الإيجار القديم مازالت غير قادرة وممكن إن عملية إعادة التوازن يجعلها ممكن تبقى مش قادرة على هذا الموضوع عشان كده إحنا قلنا لازم الموضوع ده يعالج وبحكمة ويبقى فيه نقاش مجتمعي ونراجع ونحط ثوابت إيه هي الثوابت إن لازم حيكون فيه هناك فترة انتقالية وفترة انتقالية كافية إن الأمور تمشي فيها بهدوء الأهم إن الفئات اللي هتكون غير قادرة إزاي نعمل لها برامج تبقى عندها البديل الكامل والمؤمن اللي يخليها تقدر إنها تجد السكن البديل ده لو حصل إنها بقت موجودة أو غير قادرة عشان كده كان هناك إن فكرة إن لو حنبدأ نتحرك في هذا الموضوع بيبقى فيه صندوق الدولة حتنشئه علشان يدعم هذا الموضوع يعمل دعم إيه؟ ممكن يدعم إنه يتحمل جزء من تكلفة الإيجار الحقيقي ممكن إنه بيوفر مع الحجم الكبير اللي الدولة بتنشئه في وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المختلف إنه يدي وحدة بديلة للناس حنقدر إن إحنا نحط أليات كثيرة ولكن هل خلينا نتفق هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه؟ ده شيء صح؟ بالتأكيد لا وبالتالي إحنا عايزين نخرج برة شيء مكبلنا بقاله خمسين ستين سنة وعدد الوحدات بالرغم إن إحنا طبعا بنينا حجم كبير الوحدات اللي خضاعة أو المنشئات اللي خضاعة لهذا القانون حتى هذه اللحظة تتجاوز التلاتة مليون فده رقم مش قليل إنه يبقى عندي الوحدات دي مكبلة ومش قادرين نتعامل معها وحالات كثيرة صارخة حضراتكم عارفينها بيصرخوا على الظلم اللي موجود من هنا لصالح هنا كل هدفنا عايزين نعمل توازن عادل عادل ويراعي البعد الاجتماعي وبأكد عليه براعي البعد الاجتماعي في هذا الموضوع عشان كده من أول لحظة أنا طلبت إن هذا القانون وهذا الموضوع يبقى مشارك فيه كل الجهات مش فقط الحكومة هي اللي بتتقدم بيه بالعكس ونتشاور ونتحاور ونشوف طب في حالات فيها مشكلة نعمل معها إيه وإحنا بنعدل هذا الموضوع لدينا الوقت إن احنا نعمل حاجة كويسة ومتوازنة وعادلة عشان تحقق بقدر الإمكان تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي الأبعاد الاجتماعية لكل الفئات اللي موجودة سيادة رئيس الوزراء بنشكر حضرتك وبنشكر سيادة وزيرة التخطيط وإحنا بنكون سعداء وإحنا بنتكلم مع حضرتك حقيقي يعني أولا بنشكر حضرتك فيما يتعلق بالتدقم ولكن في قضية لن أقول بسبب الخلاف السياسي أو العسكري بين روسيا وأوكرانيا وهو يتعلق بواردات مصر من القمحة الأمحة معروف إنه ذات في الفترة الأخيرة يمكن أواخر 21 كان 260 دولار للطن تقريبا الآن 365 دولار للطن أليس هناك آلية وأنا أعلم إن وزارة التمون والتجارة الداخلية تقدمت بطلب للتحاوط ضد أسعار الأمحة دي نقطة ده بسبب إنه إحنا مثلا على سبيل المثال روسيا وأوكرانيا من 1-7 حتى الآن إحنا استوردنا 4.3 مليون طن حوالي 2 وشوية من روسيا وأوكرانيا فقط إذن لابد من آلية للتحاوط وأعلم أن هناك محادثات مع سيتي جروب للتحاوط النقطة الثانية بعد إذن حضرتك عايزين نشيل اللغة اللي صار في وسائل الإعلام العربية وأحيانا المصرية فيما يتعلق هل مصر ستلجأ لصندوق النقد الدولي مساء على سبيل المثال برنامج التراحات الحكومية متى يعني هيكون نشيط أو سريع خلال هذا العام شكرا انتخذ يعني ثلاث أسئلة مع بعض خليني طيب أنا خليني حقول لحضرتك إحنا الأمح يعني أنا بتابع يوميا مع معالي وزير التموين الموقف أنا زي ما بقول لحضراتكم إحنا عندنا احتياطي النهاردة أربعة ونص شهر ومعاها قبل الأربعة ونص يعني في خلال يعني إن شاء الله كل سنة ونطيبين حيبدأ موسم الأمح المحلي فهتبقى للتوريدات اللي بتحصل وبيجي لنا السنة اللي فاتت جنة تقريبا تلاتة ونص مليون طن حيبقى مع التوريدات المحلية اللي جاية وإحنا رفعنا سعر التوريد عشان نشجع الفلاحين إن هم يوردوا أكتر للدولة المصرية تقريبا هتبقى احتياطياتنا اللي موجودة في إيدينا هتكفينا لغاية آخر السنة فعني أنا بس بطمن إحنا إزاي كدولة شغالة على هذا الموضوع لكن في نفس الوقت اللي حارتك قلته توقعات العالم طبعا إن الأسعار مع مشكلة التضخم وإن شاء الله موضوع روسيا وإكرانيا ده يعني كلنا طبعا بندعو إن ما يؤثرش أو ما يتطورش إلى حاجات أكثر يعني عنفا كل العالم بيتكلم على إن دي فترة وحتبدأ الأسعار تعود تاني للمعدلات الطبيعية ولكن مع ذلك إحنا فعلا زي محرك بتقول بندرس موضوع قلية تحوط عشان تبقى موجودة للإحتياجات الإضافية اللي إحنا محتاجينها لكن أنا بس بطمن قد إيه كدولة شغالة على موضوع تأمين السلع الاستراتيجية وعشان كده أنا يمكن ما بتخدش في تفاصيل لكن أنا عايز أقولك يعني أنا مستهدفاتي طب أنا بس تورد قد إيه النهاردة أمح والنهاردة مستهدفاتي من المشروعات القومية للدولة النهاردة بنخلصها وبنسرع وسيادة الريس دايما ويعني بيقول إذا كان الوقت بياخد كذا سنة عايزين نختصره لنص هذه المدة هدفنا إيه؟ إن أنا عايز أأمن بقدر الإمكان هذه السلع ما بقاش تحت رحمة وطقة أي اضطرابات عالمية كل ما حابقى نسبة استراضي تقل كل ما حيبقى أنا عندي أمان أكثر وأكثر وأكثر فهو ده فعلا اللي احنا شغالين عليه عشان كده يعني بنشتغل على التأمين سواء من الاستراض أو الانتاج المحلي ولكن زيادة رقعة الزراعة المحلية من التوسع والأفق اللي بنعمله في المشروعات القومية الكبيرة اللي بيتصرف عليها مئات المليارات مئات المليارات بتتصرف على هذه المشروعات ممكن يبقى أي حد يقول طب هو فعلا يعني الموضوع ممكن يعني الجدوة بتاعت إن احنا نعمل بالكلام ده الضخم ده هو ده من ناحية الاقتصادية ده مظبوط أيوة لأن فيه عنصر أمن قومي فيه عنصر أمن قومي مهم جدا إن احنا كدولة كل ما حنكون قادرين إنه نؤمن أكبر قدر من احتياجاتنا محليا كل ما حنكون فيه أمان أكثر فدي نقطة المهمة اللي أنا حابب إن أنا أقول لحضرتك عليها الموضوع الآخر موضوع التعاون مع السندوق وعايز أقول لحضراتكم إحنا مهم جدا كدولة نستمر دايما في التنصيق والتعاون مع مؤسسات الدولية في كل البرامج وفي كل الخطوات اللي احنا بنعملها في الإصلاح الاقتصادي ليه بيفيد مصر الكلام ده فيه يا جماعة بيفيدنا إن الجهات دي بتبقى بترائب وبتراجع علينا وتتأكد من صحة الخطوات اللي الحكومة المصرية بتاخدها لإصلاحات الهيكلية اللي الحكومة بتاخدها وبالتالي بتبقى فيه شهادة دولية بتطلع إن الاقتصاد المصري ده بيتحرك في الاتجاه السليم أيا كان أنا هنا مش بقول إن يعني إحنا بنقول يد إيه إن إحنا كدولة وكل دول العالم بقت بتتحرك أنا بتكلم هنا عن عالم النامي والعالم اللي في ظروفنا إن دائما بيحب إن يبقى فيه نوع من التواصل والتنصيق والتعاون مع المؤسسات الدولية علشان إحنا مبقناش في معزل عن العالم العالم كله دايما بتطلع فيه تقارير دورية بتطلع مؤسسات تصنيف اللي حضراتكم عارفين كويس قوي بدل ما كانت بتطلع كل سنة بقت دلوقتي ما خليينها تطلع كل ستة شهر يعني معلش أنا أقولها كده للمواطن ببساطة شديدة إحنا كل ستة شهر في امتحان بتيجي نياس تراجع علينا وتمتحنا وتشوف أنتم مشتين صح ولا لا فكل ما بنبدأ يبقى فيه عندنا نوع من التعاون الفني وأنا عايز هنا بأكد يعني الموضوع إن أنت تعاون مع الصندوق مش معناها أننا ممكن أن أعمل برنامج مالي أو نقدي لا ده ممكن يبقى تعاون فني ويبقى بيبعثوننا خبرة وبيقولوننا ويراجعوا معانا وينصحونا ويدونا توجهات عشان نتحرك إزاي للفترة الجاية فهو ده اللي إحنا شايفين إن ده شيء صحي جدا بصفة عامة مع كل المؤسسات وإحنا منفتحين على كل المؤسسات وليس فقط الصندوق إن يبقى فيه تشاور وتحاور ويمكن والنهاردة لما احنا عملنا البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي هي الأو إي سي دي النهاردة ليه؟ عشان برضو هذا الكلام هذه المؤسسة ليها قيمتها ومصدقيتها على مستوى العالم فلما بنبقى بنعمل برنامج وبيرجعوا وبيطلعوا تقارير عن مصر كل ما ده بيزيد من ثقة العالم في الاقتصاد المصري لأن ببساطة شديدة أي مستثمر أو أي واحد عايز يجي للدولة دي بيراجع إيه؟ بيراجع المؤشرات وبيراجع التقارير ويقول هل هذه الدولة آمنة ومستقرة أم لا؟ فمهم جدا أن احنا نظل في هذا التعاون وهذا التنصيق علشان يبقى دايما عندنا البكب من هذه المؤسسات اللي بتراجع معانا وبتنصحنا وبتدينا نوع من النصيحة للتوجهات المستقبلية لصالح الاقتصاد المصري وكان في النهاية هو قرار مصري بحت برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي اتعمل كان برنامج مصري بحت لكن اشتغل معنا الصندوق في المرحلة اللي فاتت وعارفين وبقى النهاردة ده الحمد لله بقى يعني بيروج على مستوى العالم كواحد من الأمثلة والبرامج النكحة اللي حققتها الدول على مستوى العالم فده بيبقى شيء مهم ان احنا دايما يبقى فيه نوع من التعاون مع المؤسسات الدولية الجزء بتاع الطروحات احنا مستمرين في هذا الموضوع ويمكن حضراتكم كان لسه فيه لقاء مع فخامة الرئيس على هذا الموضوع واحنا بنتحرك على هذا الكلام على توسيع يعني المشاركة للقطاع الخاص الوطني وطبعا اي مستثمرين دوليين في كل الشركات واحنا يمكن كنا بنراجع المؤسسات اللي ان شاء الله هتطرح ومستمرين في هذا الموضوع بإذن الله في خلال الفترة القادمة بإذن الله اخر سؤال بقى ناخد اخر سؤال من ناحية دي دولة رئيس الوزراء الندى عبدالسلام سيمسي عربية طبعا بنبارك معدلات النمو اللي بتحققها مصر الرابع بعد التاني رغم الازمة ورغم طبعا العرضته دكتورة هالة على ان كتير من الدول بتحقق انكماش او بيتراجع معدلات النمو لكن حاجة ذكرت ان جزئية محددة فيما يتعلق بزيادة المواد المنتجات البترول ذكرت ان احنا زودناها حتى الان رغم الزيادات المتكررة تسعة وسبعة من عشرة على رغم زيادتها على مين اربعة وخمسين في المائة ده معنا ان احنا ممكن يعني نشوف تاني هيكل الدعم بيحصل ليه اختلال بعض الشيء ولا زي الحكومة بتتحمل هذا الفارق فيما يخص دعم المواد البترولية ايضا ملف الدين الخارجي هل فيه نسبة الحكومة بتضح عين الاعتبار ان هي ما تتعدهاش كنسبة من الناتج المحل اجمالي ام لا وايضا ملف الخبز يعني فتح هذا الملف اكثر من مرة تحدثتم على ان هيحشد هيكلة او ان السعر الحالي غير يعني هو بتتحملوا امر يعني تكلفة كبيرة جدا على الموازنة هل هنشوف رفع ليه خاصة ان الامح حاليا وتحدثنا ان هو فيه ارتفاعات دي تلت ملفات عايزين نعرف من حيك رد عليها واخيرا معلش ملف البرجة المرشية نتحدث على قصدي الخبز نتحدث على المواد البترولية بنتحدث على الدين الخارجي واخيرا البورصة المصرية مش بس برنامج التروحات احنا بنتكلم على تطوير البنية التكنولوجية والادوات امام المستثمرين في ظل طبعا احنا بنتكلم على تحول رقمي ورقماني كتير من الخدمات بورصة كمان فيه من ملف ده طيب خلينا اقول لحضراتك بالنسبة لموضوع المواد البترولية صراحة احنا مصر خلاص تحررت من فكرة ان انا يعني الموضوع حضراتكم عارفين وده كان احد البنود اللي عملناها من البرنامج الاصلاحي السابق وبقت فيه النهاردة معادلة سعرية احنا مرتبطين بالسعر العالمي وفيه لجنة النهاردة احنا لا نتدخل فيها كدولة كل تلاتة شهر بتجتمع وبتعلن السعر وعايز اقول لحضراتكم لازم نبقى ماخدين بالنا من حاجة ان احنا اللي يهمنا ايه ان القطاع كله على بعضه يبقى متوازن يعني ايه الكلام ده يعني النهاردة في الاخر كل المنتجات مع بعضها السعر اللي بينبيع به يغطي التكلفة لكن وارد ان نبقى جوة المنتجات دي مازال هناك دعم لبعض المنتجات بعينها لكن في الاخر الاجمالي كله الاجمالي كله بين ايه بيحقق نقطة التوازن وده احنا بننظر له لحاجات كثيرة جدا وخلينا اقولها لحضرتك ما هو طب احنا كان بيحصل التحرك والسولار مثلا ثابت طب ليه لان احنا عارفين كويس جدا ان السولار داخل كمكون اساسي في كل حاجة فبنبقى عيننا على حساسية شديدة ان احنا نحركه لان ده هيؤدي الى زيادة في كل حاجة فبقدر الامكان بنعمل ايه بنزود منتجات تانية عشان تعوض الزيادة اللي انا كنت عايز اعملها في السولار بقدر الامكان لكن في الاخر اللي احنا ملتزمين بيه ان اجمالي المنتجات البترولية تكون في اطار الرقم التوازن لكن ما زال احنا عندنا دعم للبتجاز ده لوحده انبوبة البتجاز الدعم اللي موجود فيها هائل مع الزيادة الكبيرة اللي حصلت ما زال هناك دعم كبير جدا لهذا الموضوع فانا حابب ان انا بقول لحضراتك احنا بقينا بنتحرك بطريقة احنا مرتبطين بسعر علامي وحضراتكم شفتوها قبل كده لما السعر نزل نزل نزلت الاسعار الوقود لما بيطلع انا مرتبط به ولكن انا دايما عيني على التوازن اللي بيحصل في هذا الموضوع بالتأكيد تعديل ارقام الناتج المحلي هتؤثر يعني هتخلي النهاردة الدين الخارجي كنسبة اكيد هتبقى يعني اقل يعني احنا ما زلنا حتى قبل هذا الموضوع ما زلنا كنا في الحدود الامنة هتبقى الرقم كام يا فندم لا يعني ما نعارف يعني حضرتك النسبة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة يعني كنسبة من الناتج المحلي كنا بنتكلم في حدود الثلاثة وتلاتين في المية انما مع الارقام دي النهاردة بالتأكيد حيقل عن هذه الارقام ولكن ما زلنا كمصر ما زلنا في اطار الحدود الامنة فيما يخص الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي وده اللي انا عايز اكيده مرة تانية كل ما الاقتصاد بتاعك بيجبر كل ما الرقم كقيمة بتبدأ نسبته تقل فاحنا ما يقلقناش ممكن حد يبص يقولك الله ده انتو كنتم مش عارف من كم سنة اربعين مليار ازاي دلوقته باقته مية واربعين الموضوع مش كده طيما هو الاقتصاد المصري كبر قد ايه كان قد ايه من لما كان الاربعين كان حجم الاقتصاد قد ايه والنهارده بقى قد ايه ده اللي البقيس بيه وقدراتنا وطول ما الدولة قادرة على اداء التزاماتها ما يقلقناش فعشان كده هو ده اللي احنا كدولة بنعمله دايما بالتنصيق مع البنك المركزي ان نبقى مصر والحمد لله حتى هذه اللحظة لم تتأخر في سداد اي التزام عليها في هذا الموضوع موضوع الخبز تاني يا فندم انا بأكد احنا بنضع النهارده المنظومة ولكن نظرا لحساسية هذا الموضوع بالتأكيد بنبقى عايزين نضمن ونتقنى تماما في الاجراء اللي بناخده علشان نبقى مغطيين كل الارقام او الاحتمالات اللي حتحسن خليني بس اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا عشان نقسها وعشان نتكلم بمنتالة امانة والواقعية اخر تحريك لسعر الرغيف كان سنة 88 مش كده فن 88 وقتها ارتفع لخمسة ساغ لما كان تكلفة الرغيف 17 ارش يعني الدولة كان ساعتها تكلفة الرغيف عليها 17 ارش فراح ترفعها لخمسة ساغ النهارده تكلفة الرغيف على الدولة الدي 65 ارش فبالتأكيد يعني لازم ان احنا ننظر لهذا الموضوع لكن احنا اللي بنعمله ايه النهارده كدولة عمالين نحط مجموعة من السيناريوهات والاحتماليات علشان هدفي ايه؟ بمنتالة امانة وانا بشرحها هنتحرك هنتحرك ولكن الهدف الرئيسي ان احنا نشوف الفئات اللي بنسميها المهمشة او الفقيرة هنعمل معهم عشان نطمن بقدر الامكان ان ما يبقاش فيه تأثير كبير عليهم هو ده اللي احنا بنتحرك فيه فعايزين بنحط السيناريوهات ولكن انا بأكد هيحصل لكن النقطة كلها ان احنا نشوف السيناريوهات اللي احنا ازاي نطمن واحنا بنعمل هذا الاجراء نبقى متطمنين ان الفئات اللي عندنا اللي بنقول عليها فئات مهمشة الناس اللي بتاخد معاش تكافل وكرامة او معاش اجتماعي او فئات غير قادرة هنعمل معهم ايه؟ وازاي المنظومة نضمن انها متأثرش عليهم بصورة كبيرة فانا بقول لحضراتكم احنا بنعمل هذا الموضوع ولكن كل اللي عايزينه بس نبقى مطمئنين لما حناخد الخطوة يبقى بناخدها بطريقة يعني نضمن بيها ان الفئات اللي زي ما بنقول عليها الفئات اللي هي الاكثر فقرا واكثر احتياجا بقدر الامكان ما تبقاش متضررة خالص بهذا الموضوع ولكن الاهم ولازم ده ناخده في اعتبارنا ان الموضوع مش عايزين بقى نكرر تاني مرة اخرى ان يعني ان اروح اعمل رقم واقعد عليه تلاتين سنة لغاية ما الدنيا معنش تاني تخرب ونرجع نقول حنعمل لازم يبقى فيه دايما تفكير ان فيه نوع من التحرك الطفيف اللي يحصل بصورة منتظمة علشان في الاخر يفضل حيفضل فيه دعم ما حيفضل فيه دعم ودعم مش هليل دعم كبير ولكن يبقى الموضوع ما تبقاش الفجوة بالطريقة دي لازم يبقى الموضوع يتحط له اطار متكامل عشان لما نخرج بالموضوع ونقوله للناس يبقى واضح بصورة متكاملة فهو ده اللي يهمني في هذا الموضوع احنا بنتحرك بهذا الشكل وبنضع السيناريوهات وبنقعد مع خبر كتير على هذا الموضوع وندقق البيانات لان الاهم حاجة في الموضوع ده البيانات ابقى عارف حجم الفئة اللي ممكن عايز استمر ان انا ديها الدعم او اكبر دعم ممكن قد ايه عشان في الاخر نبقى وصلن لهم في طور القرار اللي احنا هناخده لان لو هناخد القرار ايا كان توقيته لازم نبقى عارفين تاني يوم لو هناخده يبقى ازاي هنوصل للفئة اللي احنا عايزين نحافظ على استقرارها وما يحصل لهاش اي تضرر فعشان كده يعني احنا بندرس كل الاحتمالات بحيث ان ان شاء الله اول ما نطمئن الى اكتمال الموضوع نقدر نشوف الخطوات اللي ان شاء الله ناخده في هذا الموضوع موضوع الاخير موضوع البورصة انا بتطفق مع حضرتك احنا شغالين عليه لان وجزء مهم جدا مش فقط التروحات ولكن زي ما حضرتك بتقولي التطوير وده بيحصل بصورة كبيرة جدا النهاردة في البورصة بتدينا نعمل حتى بورصة مختلفة بورصة سلع بورصة اللي بيطلق عليهم اللي لسه المبتدئين بحيث انها ازاي نبدأ نعمل منتجات جديدة تشجع المواطن المصري على الدخول في هذا الموضوع احنا ثقافتنا كمصريين ما كانتش منفتحة قوي على موضوع البورصات ولكن اعتقد النهاردة وده اللي الواحد شايفه الشباب صغير ابتدى يبقى منفتح على هذه الفكرة وعايز يبقى يعني يدخل فيها فبقدر الامكان النهاردة ان شاء الله بنتحرك في هذا الموضوع انا بشكر حضراتكم جدا ومتشكرين جدا على تواجدكم ويعني اعتقد النهاردة معالي الوزيرة واللي احنا اعلنناه فيما يخص معدلات النمو اللي حصلت في الربع التاني واعادة تقدير الناتج المحلي الاجمالي بتؤكد ان الحمد لله الاقتصاد المصري يعني بيتعافى وكل اللي يهمنا ان شاء الله بالجهد الكبير اللي بيتم وتوجهات سيادة الرئيس لنا دايما بمضاعفة اداء الدولة المصرية ان تستمر معدلات النمو على نفس المنوال وتزيد ان شاء الله الفترة الجاية شكرا شكرا لحضر شكرا